خلينا بقى ننتقل للأهلي ومباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز المقرر زي ما حضراتكم عارفين إنقامتها النهاردة الساعة 9 مساء على أستاذ الأهلي والسلام ودي طبعا ضبن المباراة المؤجلة من الجولة 22 في البتولة طيب بيتسو موسيماني أعلن خلاص قائمة الفريق الناس كتير كانت بتتساءل هل يا كريم السوداسي اللي شارك في الأولمبيات هيبقى موجود ولا لا خليني أقول لحضراتكم كالتالي محمود وحيد محمود متولي رامي ربيع عيسر إبراهيم محمود كهربا حمدي فتحي مروان محسن محمد شريف حسين الشحات أليو ديونج علي لطفي عمر السولية محمد مجدي أفشا صلاح محسن سعد سمير علي معلول كريم ندفد والتر بواليا جونيور أجايي محمد هاني مصطفى شبير وحمز علاء وكده يبقى الإجابة أعتقد أن هي وصلت لا السوداسي أعتقد هو في حاجة لراحة تعبوا كتير فهيغيبوا عن المباراة النهاردة ولكن إن شاء الله في المباراة القادمة يكونوا متوجدين ولكن نرجع نقول تاني يعني إحنا واثقين في أي فرض بيكون موجود داخل الملعب ما فيش حد بديل لحد كل الناس بتنزل أساسي كل الناس على قدر المسئولية توفيق إن شاء الله ومش هنقول بقى توقعات خليها وخليها لأخر الحلقة